الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا في درس اللغة العربية لغير الناطقين بها وقفنا أيها الإخوة عند صفحة 382 من الكتاب الثاني ووقفنا تحديدا عند جملة النواعير ووقفنا عند كلمة النواعير التي تقع في الجملة الثامنة من الأسفل تقريبا أو التاسعة قد شرحت للإخوة كلمة النواعير ونستمر الآن بالنص أو حجر الرحا أو حجر الرحا في الطواحين في الطواحين حجر الرحا أيها الإخوة It's a millstone حجر الرحا It's a millstone وبإمكانك أن تقول الرحا فقط إذن الرحا أو حجر الرحا معناهما millstone وهو عبارة عن حجر كبير جدا إن عبارة means phrase but in this context هو عبارة عن It's consists of أكي تكون من It's close to هو عبارة عن البيت عبارة عن باب ونوافذ وصقف وحجر إلى آخره إذن حجر الرحا عبارة عن حجر كبير جدا ضخم يطحن الأشياء that mills things إذن حجر الرحا It's a millstone و نعم وكذلك المياه الجارية تجرف الصخورة أو تحرك النواعير أو حجر الرحا إذن هذه المياه تحرك حجر الرحا في الطواحين في الطواحين وطواحين هذا جمع وهو ممنوع من الصرف والمفرد طاحونة طاحونة It's a mill طاحونة الطاستيك is بالتاة المربوطة في آخر اللسم It's a mill and that is a windmill and that is a windmill وهناك طواحين وهناك طواحين أخرى والله أعلم بعض الناس يقولون طاحونة الهواء أو طاحونة الهواء كلاهما صحيح والله أعلم طاحونة مائية I'm not sure if some say طاحونة الماء لكن على كل حال طاحونة 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 مائية أو طاحونة هوائية and you can say طاحونة الهواء على كل حال كلمة طاحونة هذه الكلمة أيها الإخوة فيها فعل هناك فعل داخل هذا الاسم وهذا الفعل المهم هو طحن يطحن طحنا طاحن إذا فهمت معنى طحن ستفهم جيدا كلمة طاحونة لأنها تفعل هذا الفعل طحنة is to grind something to grind something to grind something طحنة يطحن طيب طحنا المصدر طحنا واسم الفاعل طاحن واسم المفعول مطحون إذن المطحون واسم المفعول طاحن اسم الفاعل مطحون اسم المفعول مطحون means ground okay so هناك فلفل okay فلفل pepper but if you say I want ground pepper فلفل مطحون okay هناك توابل 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 are herbs نعم herbs توابل okay توابل الاشياء التي تضع في الطعام طيب توابل هناك توابل مطحونة some are grounded وبعضها ليس مطحونا طيب هناك كلمة أخرى for herbs or spices I think it's spices I think the better word for توابل you know all these things you're putting in the food from pepper uh paprika powder huh فلفل مطحون uh and uh you know all those powders they're called توابل so I'm not sure in English do you say spices because some are spicy but others not anyway توابل وهناك بُهارات some are calling it بُهارات بالتاء المفتوحة بُهارات بها ألف آآ رآ ألف آآ 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 لكن توابل هذا هو المشهور والله أعلم آآ 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 طيب إذن طحنت الفلفلة I grounded the filfil آآ للفائدة فقط فايدة ما يعني منسط ميت لحمن ميت و جمع لحوم لحمن مفروم لحمن مفروم لحمن مفروم ثم منسط ميت مفروم 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 ميت مفروم 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 إذن انتهينا من هذه الكلمة نعم وقد استخدم الإنسان منذ القدم ما معنى قد؟ قد للتوكيد قد للتوكيد لأنه في الماضي استخدم استخداماً بهمسة الوصل في أول الماضي وفي المصدر وقد استخدم الإنسان منذ القدمي أولاً منذ هذا ضرف زمان مبني على الضم منذ القدمي هذه العبارة منذ القدمي هذه العبارة منذ القدمي هذه الكلمتان تشكلان عبارة منذ القدمي منذ منذ القدمي يبدو طبال عبارة منذ القدمي منذ زمان منذ القدم منذ القدم طاقة الرياح منذ القدم منذ القدم منذ القدم منذ القدم تنمات لتسير السفن من سيّر يسير تسييرا ما معنى سيّر سيّر أي حرك سيّر مرادف لحرك تحرك 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 تحركت 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 تحرك المصدر but the one we have here مرادف لي حركة this is another one حركة is to move something حركت الكتار I moved the book حركة يحرك هذا فيعل متعدن you need a مفعول به حركة he moved something or somebody حركة يحرك تحريكا حركته I moved him إذن السيارة يسير تسييرا إذن التسيير مصدر وهو مرادف للتحريك لتسيير السفن هذا جمع سفينة سفينة بوت لتسيير السفن to make the boats in motion to make the boats move يعني طاقة الرياح the energy of the winds to لام الجر تسيير اسم مجرور وهو مضاف السفني مضاف إليه الشراعية سفا or نعت to make السفن الشراعية move ما معنى السفن الشراعية المفرد سفينة شراعية and that is a sailboat سفينة شراعية بتاء المربوطة والشدة على العين قبل التاء المربوطة is a sailboat إذن هي تتحرك و هي تتحرك بالرياح طبعا بإذن الله تتحرك بسبب الرياح وذلك بإذن الله sailboat أيها الإخوة يمكنك أن تستخدم سفينة شراعية or يمكنك أن تستخدم مركب شراعي مركب what is also boat مركب شراعي والجمع مراكب شراعية مراكب شراعية but don't use مركبة لأن هناك فرق بين مركب ومركبة بتاء المربوطة فالمركبة is a vehicle والجمع مركبات vehicles like the car is a vehicle إذن هذا للتنبيه فقط just to للتنبيه to remind للتذكير is to remind للتنبيه is to make you aware نعم للتنبيه from انتبه be aware نعم انتبه ينتبه السفون الشراعية يستفيد الناس من قوة الرياح في كثير من مناطق العالم يستفيد الناس من قوة الرياح the people the people benefit from استفادة استفدت I benefited بهمزة الوصل والمصدر استفادة بهمزة الوصل والتاء المربوطة في آخر listen استفيد الناس من قوة الرياح في كثير من مناطق العالم in a lot of places in the world منطقة مناطق منطقة كلهما جائز كلهما جائز region is more اقليم اقاليم كلهما بهمزة القطع so for اقليم is more region and more you can say اقليم for region and province منطقة is area it's not the area in the city which is حي but large areas okay مناطق فهي التي so it's هي هذا الضمير المنفصل المبني على الفتح يعود إلى goes back to here goes back to قوة الرياحي فهي التي it's the one that تشغل تشغل كيف اشرح هذه الكلمة لإخواني في الله انتظر لا اشتش انتظر التي لنها انتظر الوصر انتظر انتظر ما وبعد انتظر تشغل ايو الإخوة شغلت الكهربائية شغلت I made it work. شغلت المكيفة I put the echo on. شغلت الغسالة I made it start. شغل يشغل تشغيلا and it's different from اشتغلا. اشتغلا is different. اشتغلت في الدكان. اشتغلت I worked. عملت عمل يعمل. اشتغلت يشتغل أين تشتغل الآن? Where do you work now? اشتغل يشتغل is also used for something to work. المكنسة الكهربائية تشتغل. It works. It's not defect. طيب تشغل الطواحين الهوائية طواحين الهوائية اين وقفنا نعم تشغل الطواحين الهوائية اي قوة الرياح وتحرك السفن الشراعية وهي مصدر نظيف clean source اي قوة الرياح للطاقة for energy لا يلوث البيئة it doesn't pollute the environment لو سيلوث تلويثا البيئة the environment كما like انها متوفرة يعني ها الضمير ضمير متصل مبني على الفتح متوفرة الضمير اصلا يعود الى قوة الرياح متوفرة is available الطعام متوفر الشراب متوفر available اسم فاعل تتوفر الكتب في المكتب توفر يتوفر available بكميات كبيرة اذا عندنا كمية بالتاء المربوطة كمية هناك شدتان على الميم وعلى الياء كمية وكميات كمية is quantity okay quality is جودة جودة عالية high quality but quantity is كمية والجمع كميات okay إذن it's available in large quantity okay in big amounts i'm not talking about the amount what is the amount of this bread that's مبلغ والجمع مبالغ i'm talking about amounts this is available in big amounts okay in big quantities so that's why quantity is a very good translation of كمية كمية والطاقة الميكانيكية أساس لكثير من مظاهر الصناعة it's أساس it's a basis foundation لكثير to a lot من مظاهر الصناعة to a lot of مظاهر الصناعة مظاهر هذا ممنوع من الصرف وهو جمع والمفرد مظهر مظهر مظاهر مظاهر الصناعة ما معنى المظهر المظهر هو الصورة التي يبدو عليها الشيء الصورة التي يبدو أن يظهر عليها الشيء how something really is anyway manifestations is known to you إن شاء الله لكثير من مظاهر الصناعة في العصر الحديث in the nowadays era time فبها تتحرك السيارات أي ها الضمير يعود إلى الطاقة الميكانيكية with it تتحرك السيارات do cars move move سيارة بالتالة المربوطة والجمع السيارات تحرك يتحرك تحركا وتطير الطائرات وتطير الطائرات من طار يطير طيرا طار it it flew يطير flying والمصدر طيرا طيرا طيرت I flew I was flying طيرت طير والمصدر طيرا وَتُبْحِرُ السُّفُن وَتُبْحِرُ السُّفُن وَتُبْحِرُ السُّفُن من فعل أبحر يبحر إبحارا أبحر بهمزة القطع